أيها الأخوة العزاء معكم المطران فرنسيس قلابات ونحن لا زال نواجه خطر وباء كورونا معا لذلك من الضروري علينا جميعا أن نقدم بعض التضحيات لحماية أنفسنا وحماية من هم في الخطر أكبر من الإصابة معي اليوم الدكتور جيمز لينش رئيس مستشفى بومانت في تروي وفي أيضا جروس بوينت نود أن نتحدث معكم بخصوص الزيادة الملحوظة بحالات الإصابة بمرض كورونا ما بين الجالية الكلدانية شكرا سيادة المطران فرنسيس اسمي جيمز لينش وأنا رئيس مستشفى بومانت روي وغروس بوينت أنا هنا اليوم لأنني والمطران على اتصال مع بعضنا بسبب خطورة وضع كورونا الحالي نحن شديدي الاهتمام بكم وبعوائلكم وقد لفت انتباهي أنه في مستشفى بومانت حيث نسبة المرضى من الكلدان هي عشرة بالمئة قد زادت ووصلت إلى أربعين بالمئة في الأسبوع الماضي والذين هم في صحة غير جيدة في أحد الأيام ذلك الأسبوع ثمانية من أصل عشرة في العناء المركزة كانوا كلدان أنا هنا اليوم ليخبركم عن بعض الأمور البسيطة لتغيير الوضع الراهن البس كمامة الوجه في الداخل والخارج مارس قانون التباع الاجتماع لمسافة ستة أقدام اخسل يديك دائما تجنب التجمعات الكبيرة إلا إذا كان أمرا ضروريا جدا من أخطر الأوضاع هي الأسر التي يسكن فيها الشباب مع كبار السن في منزل واحد حيث نسبة انتقال عدوى كبيرة قد يكون الشباب حاملي لفيروس ولكن بدون أعراض وقد ينتقل المرض للمسنين وتكون الإصابة قاتلة صحتكم تهمنا كثيرا نرجو منكم إتباع هذه النصاحة البسيطة وكونوا بصحة جيدة وشكرة شكرا لك دكتور جيمز للأخوة العزاء نوع من جيد أن نرجع إلى فعالياتنا اليومية كذهاب إلى العمل والكنيسة وغيرها ولكن في نفس الوقت من الواجب علينا الحد من حضور التجمعات الكبيرة مثل التعازي والحفلات العراس والتناول والتخرج إذا كان لابد من حضوركم لهذه التجمعات فيرجى أخذ الحذر والوقاية اللازمة للشباب جاليتنا من الضروري جدا الانتباه للأماكن التي تزوروها لأنها قد تكون سبب في نقل العدوى أو الفيروس لبيوتكم وعوائلكم من الكبار اللي هم الكبار في السن وفي خطر صحي أكثر من غيرهم نريد نذكركم بأنكم لا زلتم معفيين من حضور القداس يوم الأحد ولكن إذا كنتم بمن لا يحضر القداس يوم الأحد بسبب هذا المرض ولأجل كل من يعاني منه حاليا نأمل أن يكون بإمكاننا سوية أن نقلل من انتشار هذا الفيروس لحماية أنفسنا وحماية من نحب وذلك عن طريق القليل من التضحية والصبر ترجمة نانسي قنقر ومعا نقدر نصنع التغيير آمين